اهلا بيكم كل سنة هنتو طيبين وروضان كريم عليكم يا رب النهاردة هنحضر مع بعض وصفة سهلة جدا وبسيطة جدا ومناسبة جدا انها تعمل في العزومات بتاخدش وقت متاخدش مجهود تقدروا تجهزوها من بالليل والصبح تبقى قبل الفطر على التسوية بس تبقى من ما بتاخدش اي وقت في التسوية هنعمل مع بعض كفتة الفراخ وهقولك مشكلة كفتة الفراخ تتحل ازاي مشكلة انها بتبقى مشفى شوية صعبة في البلع فانا هقولك النهاردة على شوية مكونات كده لو تحطت على كفتة الفراخ هتاكلي احلى كفتة الفراخ ممكن تاكلوها في حياتكو طعمها حلو جدا ودايبة كده من جوة ما تبقاش نشفى حاجات بسيطة جدا بتخلي كفتة الفراخ مميزة جدا جدا انا بس ما الفاهم لأول مرة تشوفوني انزلوا حينا اعملوا سبسكرايب او اشتراكوا في القناة وفعلوا عليمة الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديوهات الجديدة وما انتنسوش لايكوش ايه للوصفة لو عجبتكو ويلا بينا نبدأ وصفتنا اول حاجة واهم حاجة ان احنا نازم نستخدم الفراخ بتاعتنا نصها صدور ونصها وراك ده بيفرق جدا جدا في قوام الكفتة وبيخليها متمسكة وكمان يخليها مش نشفى تاني حاجة هنحط بصل يكون مبشور ناعم جدا ومتصفي كويس من اي مياه زيادة فيه ابشروها بالمبشرة الصغيرة افرموها في الكبة المهم انها تبقى ناعمة جدا ونصفيها كويس هنحط كمان حوالي قرنين من الفلفل الرومي برضو فرمتهم ناعم جدا وصفتهم من اي مياه زيادة فيهم تقريبا ربع كباية صغيرة من البقدونس المفروم ابعدوا عن الهدان واستخدموا الوراق بس بتاعت البقدونس افرموها ناعم جدا كمان هضيف عليهم معلقة صغيرة من التوم ما تستغنوش عن التوم في اي وصفة كفتة عشان التوب يخلي الكفتة حلوة جدا هضيف كمان تقريبا معلقة ونص من الصلصة تقدروا تبدلوا الصلصة دي صلصة المعلبة تقدروا تبدلوها باي طماطم بتسبكها عندكم ممكن تستغنو عنها كمان لو مش عايزين والمكون بقى الاساسي اللي ما باستغناش عنه في كفتة الفريخ ان انا اضف لها تقريبا معلقتين كبار من اللية الضوني اللية الضوني بتخلي الكفتة حلوة جدا ما بتشموش رحة تدقني ولا اي حاجة بس بتخلي طعمها حلو جدا التوابل بقى بتاعتي هحط معلقة من الملح والفرفل الاسود والبهرات وبودرة التوم والبصل ورشة من الحبهان كمية الملح دي بتاعتكو هازين تقللوها تزودوها زي ما انتم عايزين ما تكتروش التوابل هي الموضوع مش محتاجة توابل كتير الخضار اللي احنا عاملينه هيخلي الكفتة لوحدها حلو من غير اي توابل بصوا بقى هاجنده كله مع بعض كويس جدا كويس ان كله يختلط مع بعض ما يبقاش في حاجة كده فيها وحتى ما فيهاش هياخد بقى العصيان بتاعت الشيش توق دي وهنقعها شوية في المية ودي خطوة مهمة جدا علشان العصيان بتاعتي ما تتحرقش ولما دخلها الفرن ويطلع في الاخر شكلها حلو ما تبقاش محروقة هجيب بقى معلقتين كبار من السمنة او من الزبدة او من الزيت يكونوا متسياحين وهبدأ استخدمهم في تشكيل الكفتة بتاعتي تقدروا تبدلوا السمنة او الزبدة او الزيت دول بانكوا تستخدموا المية بتاعت البصل اللي احنا صفناها بس احسن في الطعم بكتير انكوا تستخدموا سمنة او زبدة ده بيفرق في طعم الكفتة نفسها وبيخلي الكفتة من برا كده نعمة ومتساوية ولما نيجي نشتغل بيها هابلي ايدي كده بحاجة بسيطة كده من السمنة انا مستخدمة سمنة بلدي تقدروا زي ما قلتلكوا تستخدموا اي حاجة هاخد جزء من الكفتة بتاعتي وهبدأ ان انا اشكلها تقدروا تشكلوا الكفتة كلها في الاول على شكل كور متساوية الحجب وبعدين تبدأوا تشكلوا فيها يعني اللي يريحكوا بس احاولوا بقدر الامكان ان كل صابع الكفتة تبقى قدبعا انا استخدمت عصيتين من العصيان الشيش طوق علشان العصية واحدة بتبقى رفيع جدا لو عندك السيغ بتاع الفرن طيب كمان تقدروا تستخدمي وتقدروا كمان تشكلوها على قديكو من غير اي عصيان يعني لو مش متواجدة وطويلي بالك بقى في اهم خطوة ان عشان الكفتة في الاخر يطلع شكلها حلو كده والطبقة بتاعتها من بره شكلها مميز طويلي بالك وانتي بتصبعي الكفتة آآ نعميها على قد ما تقدري يعني تفضلي تغطي عليها كده بايدك وكل ما تحس ان ايدك نشفت او الكفتة بتاعتك نشفت تقدري تبيلي بلا بسيطة من السمنة وتبدأي تشكلي تاني بالمنظر ده بالضبط انا بسيبها كده انا بالنسبالي دي حجم مثالي جدا لانها مش بتكش قوي في الفرن هبدأ بقى حطها على الشبكة بتاعتي طيب لو ما عندكيش الشبكة دي تداري تستخدمي صانية تقدري تجيبي صانية وتسندي عصيطين الشيش طوق عليها مش شرط تدخليها كلها لجوه يعني زي ما انت عايزة من تحت بقى هضيف ميا وانا بضيف ميا في اي مرحلة من المراحل شوي اي حاجة في الدنيا تخليها طرية جدا جدا ده دي حاجة اساسية جدا كمان مع كفتة الفريق عشان ما تطلعش معاكي نشفة ضيفوا ميا في اعرص صانية بتاعتكو طيب انا ما عنديش الشبكة دي وعايز اعمل نفس ده تقدروا شبكة الفرن وتحتها اي صانية هجيب بقى صوص كده هدهن بيه الكفتة بتاعتي هحتاج معلقة من الصلصة هضيف عليهم معلقة من السمنة كمان هضيف عليهم بقى شوية من الميت البصل اللي انا صفيته هيخلي طعمها حلو جدا تقدروا تضيفوا شوية ملح وشوية فلفل اسود لو حابين ان الطعم يبقى النكهة بتاعت الطيب اللي تبقى اكتر شوية بس انا محبيتش كده انا مجرد ان انا قلبتها وبس كده مش اكتر من كده دي بقى انا هادهن في نص التسوية وهادهن في اخر التسوية بصوا ده في نص التسوية بالضبط انا الفرن بتاعي كان سخني جدا على درجة حرارة 260 اول عشر دقايق وبعدين بوطي النار لي 240 مهم جدا ان يبقى سخني جدا في الاول عشان الكفتة بتاعتي ما اطلعش المياه والسواقل كلها اللي فيها لا تبقى الحرارة عالية جدا هادهن بقى بدهن كده اللي دهن من الخليط اللي احنا عملناه مع بعض تقدروا تسوى على البوتاجاز على فكرة جدا وتستغنوا تماما عن الفرن كل عصايا في الجريل او في التوسة وتبدأوا تقلبوها لحد ما تستوي تماما بعد ما دهنتوا الدهنة دي هدخلوا تاني الفرن لحد ما ياخد اللون التحفة ده اشاد روصف لكم ريحة عاملة زديد ريحيتها حلوة جدا وطعمها حلو جدا مش نشفق خالص يعني امشوا على الخطوات دي وخصوصا خطوة اللي نصتها هتبقى صدور ونصتها وراك انسي نكتاكل كفتة فراخ نشفة لما تكون هي عاملة الاتنين مع بعض هتاكل كفتة متماسكة وفي نفس الوقت من جوة طرية جدا مش نشفة لان لو استخدمنا صدور بس هتلاقي كفتة نشفة كده وصعبة في البلع ولو استخدمنا وراك بس هتبقى صعبة في التشكيل مش هتبقى تشكيلها سهل كده زي دي عشان كده ويموها على طول ان تبقى نص الكمية كده ونص الكمية كده بس اه جربوا الوصفة دي هتعجبكو جدا جدا اتمنى اللي وصفة تكون عجبتكو اتمنى الجربة وتقعي رأيكو فيها ايه واشوفكو على خير ان شاء الله في وصفات جديدة وباي باي اشتركوا في القناة